وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ماذا يسن لمن أراد حضور صلاة الجمعة أن يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها رواه الحاكم أبو داود وروا البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل فيستحب له أن يغتسل غسل الجمعة ويقص شاربه بحيث تظهر حمرة شفتيه وأن يقلم أظافره إن طالت ينوي بذلك السنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ويستحب له أن يحلق عانته وأن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض فإنها خير الثياب أي أن الثياب البيضاء أحسن الثياب ويستحب له أن يستاكه فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه أن يدلك فمه بالسواك فهو سنة مؤكدة والسواك يضاعف أجر الصلاة إلى السبعين قال صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك ويستحب للرجل أن يتطيب أي أن يستعمل الطيبة وأطيب الطيب المسك أما المرأة فمكروه لها أن تتطيب وتخرج من بيتها ويستحب له أن يخرج من بيته برجله اليمنى وأن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأن يبكر إلى الصلاة فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ويستحب أن يقرأ سورة الكهف لحديث الحاكم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضواء له من النور ما بين الجمعتين وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أي رفع له عشر درجات رواه البيهقي ورواه بلفظ فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شافعا يوم القيامة ويستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ينوي بهما تحية المسجد لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ومسلم والله تعالى أعلم وأحكم